لا بد قبل البدء في أي دورة أن يكون هناك اتفاق على شروط الدورة فنريد أن نذكر الشروط ونتفق إن اتفقنا مشينا في الدورة وإلا إن شاء الله تعالى كل واحد يمشي في طريقه لأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لي والدي بلسان عربي مبين قال إما الموافقة والمفارقة فالشروط الدورة هي الشرط الأول نريد المواظب على الحضور ما نريد أي عذر للغياب مهما كانت الأسباب لأن إن شاء الله تعالى يعني بعد العصر درس وبعد المغرب وبعد العيشة ثلاث دروس اليوم ثلاث دروس غدا وانتهى إن شاء الله تعالى فما يعقل أن ثلاث دروس تتغيب فيها لا نقبل أي عذر للغياب إلا عذر واحد وهو الموت نقول فلمات نقوم بتجهيزه وتكفينا والصلاة عليه وإن شاء الله إذا كان لدي تاركي نقسم نفهوم مؤمنون على شروطي الشرط الثاني التأدب بآداب طالب العنف المجلس منها الكتابة ثناء الدرس الكتابة ثناء الدرس يذكر علماء السنة أن الكتابة في الدرس لابد لها من شرط وأدب إذا أراد الطالب أن يكتب في الدرس لابد أن يعرف شرط وأدب الشرط أن يكتب هذا الذي سمعت من درس الشيخ لأنه قد وهو يلقي المدرس يلقي شيء ويكون سبق لسان بخلاف لو كان يملي عليك صحيح؟ نعم فاشترط أن الذي يكتب في الدرس يقول هذا من سماعي لدرس الشيخ لا من إملاء الشيخ هذا الشرط الأدب لابد لمن أراد أن يكتب في مجالس العلماء أن يستأذن وإحنا هنا ما نأذى لأحد أن يكتب لماذا؟ لأنه قد تذهب عليك فوائد أثناء الدرس فماذا تصنع؟ بعد الدرس إن شاء الله تعالى تجتمعوا فيما بينكم وتكتبوا أدابة ثناء الدرس أضحة جانبا هنا أدابة ثناء الدرس يعني ما يمكن يا إخواننا أن واحد في الدرس يأكل ويشرب ولي طالع في الجوال ولي يرسل رسالة صحيح؟ نعم فأي واحد يخل بهذه الشرط إذا أخرج الجوال نحو نسحب الجوال منه سواء أنا أو غيري إلا إذا كان يسجل على هذا الأمر آخر تسجيل ما في إشكال؟ تسجيل ما في إشكال؟ تسجيل ما في إشكال؟ تسجيل ما في إشكال؟ أي نعم طيب يخواننا جبريل عليه السلام أتى إلى مجلس من؟ مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ظهر علي أثر طلب العلم جلس جلسة المتأدب المتعلق أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه الجن حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما حضره قالوا أنصتوا ملتفت واحد منهم أو تكلم أو كذا أراد أن يرافق الخضر ويتعلم منه موسى عليه الصلاة والسلام فأراد أن يبين للخضر أنه يعرف أداب طالب العلم أي موسى عليه الصلاة والسلام فماذا قال له؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا لماذا يقول له هذا الكلام؟ حتى يوافق على أنه يسير معه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال جربني أنا أعرف أداب طالب العلم طيب هذا الأمر الثاني أمر الثالث اتفقنا أننا نحفظ في هذا الدرس شروط لا إله الله درس الثاني بعد المغرب شروط الصلاة بعد العشاء إن شاء الله نقول لكم واحدة واحدة طيب مهم جدا هذه الشروط المواظبة تحل بأداب طالب العلم الحفظ والمذاكرة بعد ما ننتهي من الدرس تتعاون فيما بينكم وكل واحد منكم يعني يتذاكر مع الآخر وتكتبوا بعد الدرس طيب اتفقنا أنا ما أريد يعني كلام يقال باللسان أريد أن يصدق العمل أسحب الجوالات ترجمة نانسي قنقر